نعم نبيل أطلقت عدة سرق كامل ربما من الطائرات المسيرة الانقضاضية نحو الجليل الأعلى بالأرض الإسرائيلية هذا الحدث هو ربما يأتي ارتباطا مع يوم أمس حينما أطلقت الطائرات الانقضاضية المسيرة من جلوب لبنان وقال بأنه سوف تستمر ربما هذه الضربات التي تنفذ بطائرات انقضاضية مسيرة تؤدي إلى انفجار في المراكز التي يستهدفها حزب الله أيضا يعني ربما في هذه الأثناء نبيل قبل أن تنطلق هذه الطائرات بدقائق معدودة قد أغار طيران الحرب الإسرائيلي على بلدة كفر كلا أما بخصوص الحدث الآن بأنه هذه الطائرات المسيرة التي تتجه من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى وربما تأخذ مدى أبعد كما حدث يوم أمس هي اشتازة القبة الحديدية واشتازة الطيران الذي يجوب سماء جنوب لبنان ربما هذا التطور هو باستهدافات حزب الله يأتي ردا كما يذيل دائما ببياناته على الاستهدافات الإسرائيلية التي تنفذ فيها الجنوب اللبناني بالبلدات وبالتالي لا يضعه ضمن الرد المرتقب أما بالنسبة لهذه الطائرات حينما اشتازت القبة الحديدية واشتازت الطائرات الحربية وطيران المسيرة الذي يحوم في جنوب لبنان ربما قد أوتت بي أو جنت مارها حزب الله في هذه المناطق على اعتبار بأنه حتى أنه قبل قليل أيضا حينما أطلقت هذه الطائرات المسيرة نبيل كان هناك خبر بأنه قد أسقطت بعض الصواريخ للدفاع الجو الإسرائيلي بالحدود اللبنانية هناك تطور آخر بلفقار منظومات الدفاع الجوي صواريخ الاعتراض الإسرائيلية اسمح لي أن أشير إلى هذا التطور نبع عاجل آخر نقلا عن الإعلام الإسرائيلي تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لمسيارات تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى إذن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية للتصدي لمسيارات يقول بأنه تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى هذا تطور ضو الفقار يأتي بعد دوي صافرات الأنذار في المناطق الموجودة بالجليل الأعلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة نعم نبيل وبالتالي أيضا سقط أحد هذه الصواريخ في الجنوب اللبناني صواريخ الاحتراض التي أطلقت من الدفاعات الجوية الإسرائيلية هي كانت قبل أيام كما نقل الزملاء من الأراضي الإسرائيلية بأنه قد وفدت صواريخ اعتراض إضافية مكثفة في الجليل الأعلى وفي جبهة الشمال بصورة عامة بالتالي ربما أخذت مركزا على مشارف الحدود بين الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي بالتالي هذه الدفاعات حينما يسقط صاروخ اعتراض داخل الأراضي الجنوبية ما يعني ربما بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية هي قد أزادت من الدفاعاتها الجوية ومن صواريخها على مشارف الحدود الجنوبية في لبنان أيضا هو هذا ارتباطا بالطيران المسير والطيران الحربي الذي يحوم فوق جنوب لبنان ليرصد ربما إذ ما كانت هناك اطلاق للطيران المسيرة على الاعتبار بأن الطيران المسيرة بالاستطاعة التعرض لها عبر الطيران الحربي وطيران المسير الآخر لكن هذه الطيرات هي عبرت الجنوب اللبناني وبالتالي هي اشتازت طيرات الإسرائيلية الحربية ووصلت ربما إلى أهدافها أو حتى وإن كان أسقط بعضها لكن كما حدث يوم أمس بأنه معد تطورا كبيرا بعمليات حزب الله بأنها قطعت مسافات كيلومترات عديدة وكبيرة من جنوب لبنان نحو الأراضي الشمالية الإسرائيلية وبالتالي هذا التطور هو ألحق بتطور آخر بأنه وضع حزب الله مستعمرات ووضع مراكز عسكرية إسرائيلية بجدوى نيرانه كما قال منذ أن استهدف قاعدة هيلين وبالتالي كان بأنه وسع مدى استهدافاته في الأراضي الإسرائيلية كذلك أيضا بالنسبة للجانب الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي أيضا شهد في جنوب اللبناني تصاعد آخر من طائراته الحربية من الغارات التي ينفذها الطائرات التي ينفذها بالطيران المسير عادة ما تكون ليست فقط في البلدات الحدودية نبيل عادة ما تكون في مناطق آمنة كما حدث في مناطق بعيدة جدا عن الجنوب اللبناني عن الحدود وعن الخط الأزرق الرابط بين أراضي لبنان وإسرائيل هو ينفذ بالطائران المسير على أهداف مدنية وعلى أيضا ربما دراجات نارية عجلات مدنية كما حدث منذ ثلاثة أيام أودت باستشهاد العديد من المدنيين وداما ما تكون هذه الطائرات المسيرة التي تغير تغير ببلدات ومناطق بعيدة عن الحدود وبالتالي هي مناطق مدنية أما بالطيران الحربي حينما يغير يغير على البلدات الحدودية أيضا هو لا يستثني المدنيين باعتبار بأنه ثمة سكان وإن قل عددهم في البلدات لكن أيضا هم يستهدفون هذه الهجمات بالذات الهجوم الذي نرصده الآن هل ينفذها حزب الله بصمت أم ترافقها بيانات تصدر منها إن كان لديك معلومة البيانات تصدر عادة نبيل بعد أن تنفذ هذه العمليات فيأتي ببيان حزب الله ويقول بأنه هو أيضا يراقب هذه الطائرات المسيرة التي يطلقها إن كانت قد وصلت إلى أهدافها المرسومة أو لا وبالتالي حتى يكون أيضا يتبع ذلك ببيانه بصور فوتوغراف أيضا للخرائط والإماكن التي تم استهدافها ليؤشر على من أطلقت وعلى ماذا أطلقت هذه الطائرات المسيرة وبالتالي أيضا هذا نبيل ربما أيضا بارتباط آخر بأنه القواعد المستحدثة أي بمعنى بأنه التي وفد إليها جنود إسرائيليين بالقريب العاجل حينما يستهدفها كما استهدف يوم أمس إليت فبالتالي هو ربما يعطي الرسالة إلى الجانب الإسرائيلي بأنه لدينا المجسات ولدينا الاستخبارات بمواقع إسرائيلية وبالمواقع العسكرية والتحركات داخل الأراضي الإسرائيلية فبالتالي حينما يلحق البيان بأنه قد استهدفت هذه ابقى معنا ذو الفقار نعم نبيل لو سمحت أنتقل إلى مرسلتنا في تل أبيب إيمان جبور إيمان أهلا بك ما الصورة في إسرائيل بخصوص ما يجري حاليا في الجليل الأعلى نعم رأينا صفرات انذار في عدد من البلدات خاصة في الجليل الأعلى يبدو بضعة مسيرات حتى الآن فقط يعني أنوه بأننا لم نتلقى معلومات رسمية حول ما حدث ولكن ما نراه من شهود عيان أيضا على مجموعات يشاركون بعض الفيديوهات هناك مناطق واسعة دوت فيها صفرات الإنذار أيضا كان يمكن رؤية صواريخ الاعتراض وحتى المسيرات من مناطق فلنقل في عمق الجليل الأعلى وليس فقط في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في الجليل الأعلى أي ليس فقط المناطق التي تستهدف بشكل عام ولكن هذا رأيناه في حالة المسيرات بشكل عام ما نراه منذ بداية التصعيد منذ الثامن من أكتوبر بأن حزب الله بالصواريخ يستهدف بلدات قريبة فيما عدا بضعة حالات استثنائية حين كان هناك رد على اغتيال قائد وحدة النصر ووحدة العزيز في حزب الله باستثناء ذلك معظم الصواريخ كانت على المناطق الحدودية سواء كانت الكاتيوشا أو الصواريخ الموجهة ولكن المسيرات من جهة أخرى رأيناها تدخل إلى عمق الجليل الأعلى وحتى الجليل الغربي رأينا في عكا اليوم أيضا نرى وصلنا مثلا من سكان أيضا في مناطق عربية في سخنين التي تعتبر أقرب إلى الجليل الأدنى منه إلى الجليل الأعلى هي ليست بهذا القرب من الحدود اللبنانية كذلك في مناطق أخرى كانوا قد صوروا الصواريخ الاعتراضية وأيضا المسيرات التي دخلت من لبنان فقد أنوه أيضا بأن الجبهة الداخلية قلت قالت بأن الحدث انتهى بمعنى أنه إما انفجرت هذه المسيرات وإما تم اعتراضها ولكننا نعلم بأن كان هناك على الأقل خمسة صواريخ اعتراضية لا نعلم إن كان الاعتراض لكافة المسيرات التي دخلت ولكن صواريخ اعتراضية على الأقل خمسة وفق شهود عيان أطلقت على مناطق مختلفة من أجل اعتراض هذه المسيرات رئيس بلدية صفد قبل قليل التي أيضا دوت فيها صفرات الإنذار قال بأن لا يوجد تعليمات جديدة بالنسبة للجبهة الداخلية وأن التصرف للسكان سيبقى على حاله كما كان منذ الثامن من أكتوبر بمعنى حين يكون هناك سماع لصفرات الإنذار الدخول إلى الملاجئ الآمنة أيضا أمر آخر يسأل نحن لا نعلم بالضبط ما هي طبيعة هذه المسيرات هل هي كلها مسيرات انقضاضية؟ أنا أذكر في إحدى خطابات الأمين العام الحزب الله كان قد تحدث عن عدة مسيرات يقول بأن هناك مسيرات لجمع معلومات كتلك أيضا التي صورت أماكن استراتيجية حساسة داخل إسرائيل تحدث أيضا عن مسيرات مفخخة وتحدث عن مسيرات يعني ليست مفخخة ولكنها معدة لاستنزاف الصوريخ الاعتراضية أو المنظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية نحن لا نعلم حتى الآن طبيعة هذه المسيرات لا نعلم إن كان انفجر بعضها أم كلها كانت قد اعترضت مع العلم أن هناك صعوبة شديدة في رصد هذه المسيرات لأنها تكون على علوم منخفض وبالتالي رصدها واعتراضها أيضا يشكل صعوبة لإسرائيل وربما حزب الله يعني يحاول أن يجرب فاعلية هذه المسيرات مثلا قبيل الرد الذي يخلطط له حزب الله ردا على اغتيال فؤاد شكر ربما يكون الرد أيضا بسرب من المسيرات على اعتبار أن إسرائيل من الصعب عليها اعتراض كل هذه المسيرات حتى اللحظة فقط أضيف بأن لا إصابات والإسعافة الإسرائيلية يقول بأنه لم يبلغ عن إصابات أو عن أحداث استثنائية ترجمة نانسي قنقر من أجل ترجمة نانسي قنقر شكرا